بكم إلى الفقرة المغاربية فاد مصدر الوزري بحكومة الوفاق الليبية لتلفزيون العربي أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج يعتزم أعلان استقالته نهاية الأسبوع قبل انتلاق مفاوضات تشكيل حكومة جديدة في جناف في شهر أكتوبر المقبل هذا وكشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن فايز السراج يعتزم الأعلان عن استقالته قريبا على خلفية صراعا سياسيا داخليا وضغوط من حركة احتجاجية متواصلة ضد الفساد وسوء الخدمات في البلاد إلى ذلك أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري رغبة المجلس في انهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا من خلال تنظيم استفتاء على الدستور والذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وضف المشري أن ذلك لم يتحقق إلا بحوار ينهي الانقسام السياسية ويوحد المؤسسات ليتمكن الليبيون من اختيار الأشخاص الذين يمثلونهم ويعبرون عن تطلعاتهم وآملهم انطلاق من كل ما سبق فإننا نؤكد على الرغبة الأكيدة في انهاء هذه المرحلة الانتقالية من خلال إنجاز المسار الدستوري بالاستفتاء على الدستور والذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية لزيهة وشفافة والطريق لذلك لن يكون إلا بحوار ينهي الانقسام السياسي ويوحد المؤسسات ويقضي على أي تهديد لسلامة الدولة وسيادتها ووحدة ترابها ويضع حدا للفساد وإهدار المال العام وليتمكن الليبيين من اختيار الأجسام التي تمثلهم وتعبر عن تطلعاتهم وآمالهم استكمالا لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير في قيام دولة مدنية ديمقراطية